ما شلت المعزول او كبار الموظفين يعني يواجهوا اللاجنة دي ويعملوا فقط كرة يخبروا مستندات يعملوا حاجة كلام بالشكل ده او يحتاجوا بيهم زي ما حصل قبل كده لا المعلومات اللي عندي دلوقتي في الوضع الراهن ان كل واحد بيدور على نفسه من اخت صحيح نجيبها على بلاطة كده صحيح صحيح كل واحد بيدور على نفسه وكل واحد اصبع على ثقة النهاردة ان هو تعزل يدور على نفسه طب والمجلس لا المجلس فحلو المجلس اولا ان قلص احنا ابني من صحيح في نجم كبير راجل كبير قال لك انا ما باستقلش انا عندي فريق كرة استقل ازاي سمعت ازاي اصتكل اين فعلش استقل يا ابني عندي فريق كرة وعندي بطولات استقل ايين طبعا هاني زادة استخبى في الدولاب كان يوم فناخر اتحايلو عنه طب تعالى تعالى بس ساند الراجل قلبه اين انا قاة اسالد لك انا استقل انا مستقلش وحلا الله فدعلم ولوه ما لحجش المنصب أنا ما لحجش أفرح هذا المنصب أنا أصطقيل الراجل كان عايزك كلي أصطقيل وابتاعه يعمل شو واستقاله عشاني ومش عشان يقول لقا مع نفسك خد ابنك في ايدك وروح على أحمد راماته بسي قل لك إسماعيل يوسف معلومة بقى عشان نعد الجانب الآخر من الشارع هو وزارة الشابورياد على تواصل كامل مع السيد وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وأنه تلقى رسالة بضرورة مسندة فريق القرى واحترام تنفيذ القانون وعدم إثارة أي قلق خليدينا اتطفق إن إسماعيل يوسف نجم كبير طبعا ما أنا بقولك عشان كده في التواصل مع نزيله عشان فريق القرى حرص الدولة على فريق القرى هنتكلم عكبتل إسماعيل بعيدا طبعا عن أربه من رئيس النادي أو أربه من المعزول مرتدح من المنصور إسماعيل يوسف أنا مبسوط منك إنك حرص على كلمة المعزول خلاص الموضوع انتهى الموضوع انتهى النهاردة بالكاف رسميا قالك يلا يا ابن روح من إيه أحمد جالبي مارس لحياته خلاص أول قرار له كلام رسم فقول لحضرتك الكابتل إسماعيل يوسف نجم كبير ده هو كل الاحترام طبعا راجل زملكوي من عائلة زملكوية لتاريخ كبير لعب دولي كبير حقق بطولات كلاعب حقق بطولات كمدر المساعد حقق بطولات كمدير كورا حقق بطولات كعيد ومجلس إدارة ليه ثقل طبعا في الشارع ليه ثقل عند الزملكوية ما حدش يقدر ينكرها حتى لو الفترة اللي هو كان قريب منها من المعزول لكن ما حدش يقدر ينكر قوت إسماعيل يوسف لو إسماعيل يوسف أنا قلت في عز وجود المعزول كان سببا في الفوز بالسوبر الإفريقي والسوبر المصر إنه عازل الفرقة عن الدنيا وإنه الراجل بتاع كورا عارف إزاي يخلق دوافع للفرقة ومحدش برضو يقدر ينكره ده كان كلام فريرة لما كان موجود معاه خدوا الدوري والكاس أشاد بيه وقال إسماعيل يوسف برضو كان من أسباب النجاح وكان موفر لنا مناخ كبير برضو نجد له حقه بصراحة فأنا شايف إن طبيعي جدا كل الهيئات الرئيبية تتواصل مع إسماعيل يوسف هو الوحيد بتاع كورا اللي في المجلس هي تواصله مع عائل صغير الوادي بن مرتضى اللي ما عندوش أي خبرات ولا عندو أي فكرة اللي هو مي مش فعى الكورا هو أنا عشان بابا يعني بدل ما كان يروح السكة إياها والقضية إياها والحواديث دي قال له يا من تعالى في النادي مسك مش فعى الكورا أشغلك بحاجة وغير مصر حياتك لا ولماعك وزبطك وشخلعك ودلعك وابتاعه عليك يعني فطبعا مفيش حد بتاع كورا موجود جاري كابتن إسماعيل يوسف راجل كان مدرب وكان مدير كورا راجل عنده إمكانيات وخبرات دلوقتي بأي حاجة تخصها في رئيق كورا هيكلم إسمائي مصر مفاش الجزئية الثانية على الجانب الآخر بالنادي الزمالك تواجهه وزارة شابة الرياضة أعلم أن القرار سوف يصدر لأحد ما هي معلوماتك وأنت متواصل مع الزمالك وسيادة الوزير الشخصية والله أنا يعني وأنا قلت طبعا أنت قلت في انتريسنتش حاجة لا أنا قلت يعني الآمن اللي فاتت السيد علاء حمام هو مسؤول مع السيد عبد النصر عن ملف الزمالك وواحد من النجوم بص النجم الأول في نادي الزمالك دي قناعة الشخصية ليه صمت أمام الإغراءات صمت أمام الضغوط كان يمكنه أنه هو يبيع وبدل ما هو يبقى كده يبقى بيخد له أربعين ألف ولا تهدين ألف زي الناس اللي بتطلع على الشاشة وكده يعني أنا ممكن أقول كلام أنا اللي بكي بس مش هو اللي يبكي لكن صبره واحتسب عند الله أنه هو بيحارب فاسد الحمد لله الحمد لله ميوعة أو عدم وضوح رؤية وزارة الرياضة حتى الآن عامل حالة قلق في الشارع الرياضي المصري كله شايفين أني وزير الرياضة ما اتجهش في الاتجاه اللي بينصر الأخلاق والقيم والاحترام وتطهير الوسط الرياضي من التجاوزات شايفينه أنه هو وقف ما خدش اتجاه وقف في وسط الطريق هل ده لمزيد من الدراسة؟ كلامه كلامه معي وزير دولة وزير دولة وزير دولة وزير دولة وزير دولة رئيس عفتاح السيسي وكل أجهزة ومؤسسات الدولة رئيس عفتاح السيسي رئيس مصر الحالي اللي ييده مرتعشة من الوزر يروح لأ وراجل جي إمتى جي في أزمة أزمة إيضا أنقذ مصر وراجل دخل وضحها بحياته وضحها بنفسه وبكيانه عشان إنقاذ هزي الدولة إذن راجل عنده قرار يبقى إذن اللي يشتغل معاه من وجهة نظري لازم يبقى عنده قرار وقرار سريع أنا شايف الدكتور أشرف صبحي وبقولها له تاني شايف إن فيه عملية ميوع ميوع ولا دراسة هو بيقول دراسة أنا وجهة نظري بقول ميوع ولو كان الموضوع على يوم الحد أو يوم لتنين ما فيش أي مشكلة خالص لا القرار بيزن لها الحد إنه ننتظر الحد بس الشارع الرياضي كان منتظر منه سرعة في القرار إنه هو كراجل وزير في حكومة في عهد الرئيس عفتاح السيسى الرجل القوي اللي قال سيرته الغفرة خط أحمر لعلم وقف انتباه آه أشكلان طبعا كلمة العلم وقف انتباه راجل ليه قوته في المنطقة راجل ليه قوته في شرق الأوسط جبت لقطة حلوة علاق أكيد يبقى كان لازم يشتغل معه يكون بنفس القوة جات القرارات تنتصل للأخلاق للقيام من الاحترام خاصة أن الدكتور أشرف صبحي لم يتدخل في إهانة رئيس الزمالي لكل القناة الراضية اللي كان بيهانا طيف الراجل بيقول لك بيقول لك باعت الأستاذ عبناصي الدم بكام يا علاق لا لا لسه 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 لأنا بقى لسه لأ احنا حاجة واحدة بس أنا جاي بلسه علاق تكريما لدوره الرائع وتشريفا له الله يخليك وفي نفسوقتي احنا النهاردة في عزومة كده مع أحد أصدقائنا بمناسبة تخرج ابنه من كلية الشرطة بقى ظابط حد من الناس المحترمين يعني فاحنا فرحانين بابنه يعني كده فعملين عزومة النهاردة ابنه يباركله فيه يا رب هو والأسرة جميعا يعني فراجل محترم وإحنا بنحتفي به وكده طيب السؤال بقى التاني احنا النهاردة انا كانت تعايزون حاجة بس الشارع الرياضي كله كان بيتمنى للدكتور أشرف صبحي ينتصر للمبادئ والأخلاق ويكون حازم ويتخذ نفس مواقف اللبنة الدراسية لا بكلم في الشرك الرياضي ويمشي بتعليمات السادر رئيس يجب ألا تكون إيدك مرتعش ما مينفعش قليدي المرتعش لا تقوى على البناء صح صحيح بس دا كان وجهة نظري طيب علاء بحكم انك انت دكتوراء زي حالتنا كده في مرتضة بقاله تمانية يا ربين ساعد لك ألا ما تقولش ان الدكتور مصطفى مدبول له علاقة بالمضاء ومن الحلقة اللي ان الدكتور مصطفى مدبول له علاقة بالمضاء دكتور مصطفى مدبول رئيس دولة رئيس وزراء مصر مهتم بإدارة بلد بإدارة شؤون بلد بمشروعات بلد وقفنا احنا ضدك احنا اللي قفنا ضدك لما انت تكلمت عنه بأسلوب غير لائق وبتطاول ومين انت يا مصطفى مدبول بالكلام ده والراجل ماشي في سكته انت انا شايف ان هو الكلام اللي عمال يقوله ده بقاله تمانية واربعين ساعة وعمال يردده بعض الأفاقين والمنافقين من العالي الأببيضة هدفه اشعار كأن مصر ضده او ان الحكومة ضده برغم أن هذا الأمر قرار أهلي من اللجنة الأولمبية المصرية ده عامه للتسعة وعشرين اتحاد تم إبلاغه لكل المؤسسات القرية والدولية ولا ليس له أي علاقة بالدولة او بالحكومة وإلا لو له علاقة بالدولة او بالحكومة كانت ترفعت عنه الحصار اول حاجة انا بقية الكلام حضرنا الحكومة ليس لها أي علاقة بالعقوبات اللي وقعت على المعزون المتضح من المنصوب اي الدكتور مصفى مدبولي راجل عنده ملفات أكوى وأهم من المعزون المرتضح من المنصوب دراجل رئيس وزراء مصر عنده ملفات داخلية وملفات خارجية مش فاضل المعزون المرتضح من المنصوب مرتضى يكبر نفسه بيهجس وبيوهم الناس في متغمر وبيقول كده الكلام ليه عايز يوهم الناس في متغمر أن ما تصدقوش أي حاجة الله العظيم على أوحات سيدنا النبي وهيسقط من الدور الأول ان شاء الله انا متوقع كده بإذن الله بس للناس هناك مش طيقاء أكيد طبعا مش طيقين أكيد الناس بتتواصل معنا وتتكلم معنا لا وقت بيعمل حاجة جميلة جدا بيسرق إنجازات الناس يعني فيه نائب اسمباد عب لطيف سفلت طريق بشلة كفر النعمال يقول لك لها ده أنا اللي سفلته وأنا اللي عملت يساما رادي اللي هو يساما رادي عامر السر يقول لك أنا اللي عملت السر بيطلع بيسرق إنجازات الناس خمس سنين ما عملش أي حاجة بيشوف لا وفيه بقى إيه فيه حاجة بقى كارثة ودي رسالة لمحافظة دقالية مرتضى أحمد منصور بيدعي بيدعي بقول لك على هوا هو بيدعي إنه هو كل ما يطلب منك حاجة أنت بتنفذها فورا أنا موافق إن انت تنفذ له كده بس هل انت بتنفذ لباقة المرشحين أنا عالي لأن دلوقت مرتضى أحمد منصور مش نائب ده مرشح دلوقت صحيح وإنت عندك مرشحين غيره أتمنى زي ما بتنفذ له تنفذ لباقة المرشحين أتمنى زلك يعني أتمنى إن انت لو بتنفذ فعلا لمرتضى أحمد منصور زي ما بيدعي وبيقول كده إن انت تنفذ لباقة المرشحين عشان ما تفضلش مرشح على مرشحين أخرين دي رسالة للسيادة المحترم محافظة دقالية عاوز أزيدك من الشعر بيت في هذا الأمر إن بقول بقى الأهالي متغمر أهلنا وحبيبنا قلتلك أنا من زفتة من كفر شبرة اليمن بين صنبات وبين العجزية من قرية مش من المدينة حتى نفسها يعني فلاحين وعارفين الأصول زي كل الشعب المصري العظيم النهاردة مرتضى نجح اختفى وكان بيعد الدائرة لوحيد بن أخته وهقول لكم دليل على كده وسألوا أهالي باشالوش المحترمين لما توفى إخوات زوجته لتنين السيدتين الفضلتين رحمهم الله غفر لهما تجاوز عن سيئاته عبدالله أخو المدام اشتاكى أنه هو مجاش العزة واللي راحت زوجته وبنته وهو ما راحشوش أول مرة أقولي المعلومة دي اسأله ليه إنه كان باعت دائرة باللي فيها ولما أخته توفت راح عمل العزة هناك والسوان محدش راحله كان يومها في حالة وفاة لظن رئيس مركز شاب ورياضة في باشالوش أو المدير المركز